اهلا بكم يتصدر العراق الجديد المراكز المتقدمة في مؤشرات قياس مدى نجاح أو فشل الحكومات في التعامل مع المشكلات المختلفة التي تواجوها مثل غياب التنمية ومستوى الفقر وانعدام المساواة وفقدان شرعية الدولة وغياب القانون وتدخل الدول الخارجية في شؤونها وغينها وهكذا تكون كل معايير الدولة الفاشلة متوفرة في العراق الجديد فالقوى السياسية التي سلمت دفة الحكم في العراق عام 2003 لا تملك رؤية واضحة لبناء دولة حديثة حقيقية ورصيدها في الحياة السياسية لا يتجاوز معارضة النظام السابق والاستثمار بالشعارات الطائفية العراق الجديد والدولة الفاشلة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية لماذا يعتبر العراق الجديد الذي يفترض أنه دولة ديمقراطية دولة فاشلة وفق مؤشرات قياس نجاح وفشل الحكومات وكيف ساهمت السياسات الطائفية لقوى الحكم الجديد في مفاقمة هذا الفشل وترسيخه ولماذا يحظى العراق الجديد بكل هذا الدعم الإقليمي والدولي وعلى كل المستويات مع أنه دولة فاشلة وما هي التحديات التي تواجه العراق حاضرا ومستقبلا بسبب كونه دولة فاشلة وكيانا هشا وهل كان متوقعا أن يكون مصير العراق الجديد دولة فاشلة مجتملة على كل معايير الدولة الفاشلة ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني في العراق دولة فاشلة تعجز تلك الدولة عن الخروج من مستنقع الفساد الذي أصبح العراق الجديد يتبوأ مراتبه الأولى وفق مؤشر مدركات الفساد الدولي تمكن الفاسدون الحكوميون من مفاصل الدولة وفصلوها على مقاساتهم ولم يعد من سبيل لتغيير المعادلات القائمة في العراق حتى وإن تغيرت الحكومة من خلال الانتخابات لأن صناديق الاقتراع في دولة يديرها الفاسدون لا وزن لها وإذا تطلبت مصالحهم لن يتورعوا عن إحراقها من مظاهر الدولة الفاشلة عدم قدرتها على تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وعجزها عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وفشلها في إنجاز مصالحة وطنية حقيقية وكل هذه المعايير للدولة الفاشلة حاضرة في واقع العراق الجديد بالإضافة طبعا إلى التحدي الطائفي المحتدم والمصحوب بالكراهية والحقد والبغضاء الذي يغذيه أمراء الطوائف والمستفيدون من الانشطار الطائفي واستخدام الطوائف بما يسئ إلى الدين بتقديم ذلك على مفاهيم الوطنية والمواطنة وهذا ليس بعيدا عن التدخل الخارجي الإقليمي والدولي الأمر الذي أدى إلى انحدار العراق الجديد تدريجيا من دولة فاشلة إلى دولة هزيلة معرضة للتفتت والتشضي أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طولة حوار والتي تبحث في الدولة الفاشلة ومدى انطباق معاييرها على العراق الجديد في الطولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيها علماء المسلمين كان من المفترض أن يكون معنا أيضا أستاذ علوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور قحطان الخفاجي من بغداد لكن سوء الاتصالات حالة دون الوصول إليه مع ذلك نحاول عسى يلتحق بنا في ثنايا هذه الحلقة لو بدأنا مع الدكتور رافع الفلاحي طبعا مرحبا بالضيوف جميعا هياكم الله ونبدأ كالمعتاد مع الدكتور رافع الفلاحي دكتور لماذا يعتبر العراق الجديد دولة فاشلة وهو دولة ديمقراطية يشهد تداول سلمي للسلطة هناك تعددية حزبية هناك تعدد أو احترام للتعبير مختلف التعبير وهذا مثبت في الدستور الموجود في العراق يعني يشتمل على الكثير من مظاهر الحياة الديمقراطية ومع ذلك مصنف وثمت إجماع علمي سياسي علمي على أنه دولة فاشلة نعم هذا التلاقض يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم داني أقول ربما يعني الآن التسمية من عام 2014 يسمونها الدولة الهشة يعني تسمية الدولة الفاشلة غيرت جملة دوليا يسمونها الآن يعني فورين بوليسي الأمريكية تسميها الآن الدولة الهشة كتخفيف للمعنى أو للمفردة الحقيقة هناك أنماط من الدول نحن لسنا في الدولة الفاشلة هناك الدولة الضعيفة أو شبه الدولة أولا والدولة الضعيفة ثم الدولة الهشة اللي هي الدولة اللي نتحدث عنها الآن والدولة المنهارة نحن في مرحلة الدولة المنهارة حقيقة ولسنا في مرحلة الدولة الفاشلة أو الهشة العراق الجديد تدرج في هذه المراحل أم منذ البداية كان دولة لا تدرج وبسرعة وبسرعة من الاحتلال عام 2014 وثلاثة بدأت هذه القضية لم تكن هناك دولة كان هناك حاكم أمريكي يعطي الأوامر لمن قالوا أنهم سلطة عراقية يعطيهم الأوامر حجم صلاحياته تعادل صلاحياته يعني مجلس الحكم اللي أسسه كان بولي بريمار حجم صلاحياته أكبر من حجم كل مجلس الحكم بل هو من يعطي الأوامر لمجلس الحكم كانت هذه إذن من البداية كانت دولة غير موجودة بس هذا الكلام قبل أن تسلم السيادة إلى الموجودين سنتكلم ما الذي حصل دعم الدولة عندما تكون دولة ناجحة أو دولة فاشلة دولة هشة وصولا إلى الدولة المنهارة فيها معايير معينة يجب أن تنظر إلى هذه المعايير إن تحققت فهي دولة ناجحة ودولة ماضية في طريقها وإن لم تتحقق فهي دولة في سياقها ما عددناه من أوجه عندما لا تكون السلطة قادرة أن تفرض هيبتها وتفرض سلطتها على كامل الأرض أرض الإقليم فهذه سلطة ناقصة عندما لا تكون البلد فيها سيادة كاملة عندما لا يكون استقلالها كامل عندما يكون ليس فيها تنمية عندما تكون الخدمات معدومة عندما تكون الاستقرار سياسي غير موجود عندما يكون استقرار أمني غير موجود عندما تكون التعليم والصحة وكل الخدمات هذه غائبة عندما تكون العدالة غير متحققة عندما تكون القوانين غير قادرة أن تفرض نفسها على الساحة عندما تكون هناك سلطة موزعة سلطة الدولة التي يجب أن تكون بيد سلطة من حكومة هي من تأمر وهي من تنهي وهي من تقود المجتمع عندما تكون هذه السلطة مجزئة وهناك سلطات أعلى منها ربما وفي حال العراق كل هذه القضايا التي أتحدث بها تنطبق على العراق وأبدأ من النقطة الأخيرة العراق لديه ميليشيات ولديه أعزاب لديها ميليشيات كلها تسيطر بل تصادر حق الدولة وقدرة الدولة وسلطة الدولة صادرتها تماما نتحدث بهذه اللغة وآخر واحد مهدي المهندس عندما يتفاخر مهدي المهندس بأن ميليشياته وميليشيات ما يسمى بالحجد الشعبي هي أقوى من الدولة وقادرة على أن تسحق من تراه وقادرة على أن تفرض نفسه وهكذا فعل العامري زعيم هذه الميليشيات عندما قال أن الميليشيات هذه أقوى من الجيش حتى في مجال القضاء إذا القضاء لم يعدم الإرهابيين سندخل ونعدم الإرهابيين وشهدنا زعماء ميليشيات يتحدون بهذا الشكل والسلطات التنفيذية والتشريعة تتوسل هذا الميليشيات ولكي تقنعه بالبقاء لدقائق معين لحينما تنفذ ما يريده دكتور في قضية سمحت في قضية الدولة الفاشلة يعني ليس هناك من عذر لدولة أن يحكم عليها أنها دولة فاشلة حتى وإن كان حجم التحديات التي واجهت هذه التجربة الوليدة كانت هائلة جسيمة كبيرة جداً في الداخل والخارج ألا يشكل عذر أنها دولة فاشلة؟ أبداً أولاً في قضية العراق نحن نتحدث عن النموذج العراقي طبعاً دعني أقول أن الدول هذه الهشة أو الدولة الفاشلة أو الدولة المنهارة للعراق مثلها هذه قليلة في العالم الآن نتحدثون عن كم دولة أفريقية وأفغانستان وغيرها وأشكال من هذه سوريا الآن التي تشهد حرب أفغانستان ليبيا هذه الصومال موزنبيق هذه الدول دولة يساندها العالم كله العالم المتحضر والغربي ويقولون أنه مؤسس نموذج في الديمقراطية والرخاء والازدهار وكل يدعمها يدعمونها سياسياً واقتصادياً وكل الدعم عسكرياً دكتور إذا سمعت لي هذه النقطة وأجلها سأيضاً أتحدث عن السر والأمر اللافت في أن هذه الدولة فاشلة وأيضاً تدعم وأن أيضاً هذه الدولة على الرغم من كل الدعم الذي حضيت به ولكنها واصلت طريق الفشل هو هذا اللي يريد أن أصل إليه أنت تسألني ألا يعطي العذر أن التحديات التي واجهتها يعطيها عذراً في أن تكون دولة فاشلة بعدك مصطع السنة من كل هذا الدعم من كل هذه الأموال من كل هذه البحبوحة الاقتصادية هذا مستواها لم تستطع أن تحافظ على أمنها الأمن المجتمعي تهجير قتل سلب قانون غير موجود ميليشيات سنرى لماذا لم تستفد من كل هذا الدعم لإخراج نفسها من مربع أو إطار الدولة الفاشلة دكتور عبد الحميد العاني أليس تناقضاً وهل يستقيم الأمر أن دولة ديمقراطية فيها تداول سلطة وفيها مظاهر من الديمقراطية على الأقل الشكلية ولكنها دولة فاشلة أو دولة منهارة كما يقول دكتور رافع الفلاحي طبعاً وفق معطيات أو المعايير الدولة الفاشلة التي المعتمدة في علم التحليل السياسي غريب دولة فاشلة وديمقراطية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لجميع المشاهدين ولكم طبعاً بالتأكيد شكراً يعني أنا أعتقد البداية تكون أنه من وصفها بالفاشلة وهذه كان يعني يجب أن ينتبه لها المشاهد الكريم أن لفظ الفاشلة أو هذا الوصف هو لم يأتي من مناهضين لها لهذه الحكومة أو معارضين منافسين لها على مناصب وإنما هو وصف دولي مؤسسات دولية وصفت الحكومة الحالية وما سبقها بهذا الوصف ثانياً والأهم من ذلك هو الشارع العراقي الشعب العراقي اليوم بالاتفاق إلا من هو منتفع بمنافع مادية قليلة ربما يجامل هذه الحكومة وإلا إجماع شعبي على هذا الفشل لماذا هذا الفشل وهل هي ديمقراطية؟ لا نجد في العراق شيء اسمه ديمقراطي وبالمناسبة كلمة الدمقراطية نتناولها بمفهوم الحرية الانتخابية وليست بمفهومها الايديولوجي حتى لا يعترض علينا بجانب آخر فمن هذه الناحية هذه الزاوية هل في العراق يوجد حرية انتخابية؟ هل يوجد انتقال سلمي للسلطة فعلا؟ ذكرنا في أكثر من مرة أنه هذه ما يسمى بالانتخابات صناديق كلها عبارة عن مسرحيات وديكور للتغطية على هذه المهزلة المستمرة وهي مهزلة تنصيب حكومة من قبل الاحتلال إلى الآن خير دليل على ذلك من يأتي إلى الذي ذكره قبل قليل الآن مجلس الحكم المعين مجلس الحكم معين ذات هذا المجلس هو عبارة عن استمرار له إلى هذه اللحظة تفريخ لهذا المجلس مجلس الحكم 25 عضوا عين تعينا ثم جاءت ما يسمى بالحكمة الموقتة التي هي فقط تكبير لهذا مجلس الحكم كل عضو من هؤلاء العضاء جاء بعدد من العضاء فكبرت الحكومة وإلى الآن المشاركين في هذه الحكومة الحالية هو امتداد لهذا المجلس فإذن هناك لا يمكن أنه يلتقي النقيضان الحرية والديمقراطية كما تسمى والطائفية التي هي موجودة اليوم والمحاصصة لا يمكن أن تلتقيان ولذلك نرى هذا الفشل فالفشل هنا ليس لأنه موجودة ديمقراطية لا يوجد في العراق حرية لا يوجد هناك تداول سلمي للسلطة كله كل الموجود هو عبارة عن استخدام سلاح دكتور هناك أربع دورات من الانتخابات شاهد تغيير في الحكومات تناوب على الحكومة أكثر من رئيس حكومة وأكثر من حزب يعني طبعا هذا ما يدعى ويقال ولكن لو نأتي ونسأل من هو هؤلاء يعني التداول على السلطة لم يعد يحدث بالدبابة ولا بالبيان رقم ما أحد ولا بالانقلاب عسكري ولم يحدث يعني لا بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة والدليل على أنه هي غيرت بعض الوجوه وبعض فقط التبادل أدوار فقط وإلا خير دليل على ذلك رئيس الحكومة ما يسمى به رئيس الوزراء منذ أول حكومة منتخة كما يقال إلى الآن هو من حزب الدعوة الجعفري جاء بعده البالكي جاء بعده العبادي وأين ذهب السابق وماذا فعل اللاحق تبادل في الأدوار وإلا ذات الوجوه ذات الأحزاب ذات المؤسسات التي مسكته حزب الدعوة المجلس الأعلى إلى غيرها ذات الوجوه ذات المؤسسات التي تسيطر على هذا منذ بداية الاحتلال إلى الآن لكن المتغير الوحيد فيها أن الانتقال من الفشل إلى فشل أسوأ من سيء إلى أكثر سوء والانتقال في مأساة الشعب العراقي تتزايد من حالة إلى حالة أسوأ منها نعم دكتور رافع الفلاح هناك من يتحدث أن هذه الاتهامات التي تكال إلى العراق الجديد واتهامة بالدولة الفاشلة والدولة المنهارة لا تنطوي على دقة أو على موضوعية وإنما تندرج في إطار الخصومة والمناكفة السياسية من أعداء التحول الديمقراطي التجربة الديمقراطية الموجودة في العراق ما هي معايير الدولة الفاشلة العلميا أم أنه الكلام فقط اتهامات من خصوم سياسيين؟ لا أبدان وتحدثنا عنه من هذه المعايير التي نتحدث عنها هناك ربما مؤشرات أو معايير اجتماعية هناك مؤشرات ومعايير سياسية وهناك اقتصادية إذا جئنا بداية للمعايير الاجتماعية تذهب إلى الشعب عندما يكون وهذه ضمن سياقات علمية وموجودة في كل الأعراف وصندوق السلام الدولي الذي يصدر هذه يعتمد هذه المؤشرات لكي يقول عن هذه الدولة ناجحة عندما يتحدث هناك لاجئين هناك أكثر من أربع ملايين لاجئ عراقيين خارج العراق وغالبيتهم من الكفاءات هناك نازحين هناك وصل العدد إلى نحو ستة ملايين نازح من مدنهم مدن مدمرة الآن الموجودين نحو ثلاث ملايين نازح مدن كاملة مدمرة وقذ الموزق وقذ الأنبار كثير صلاح الدين كثير من المدن هذه واحدة من المؤشرات المظالم الجماعية هناك مظالم جماعية هناك أكثر من نصف مليون عراقي مغيب في السجون بدون محاكمات بدون حتى اتهامات تعذيب منظمات الدولية تحدث يوم الرئيس سوش والعدل الدولية تحدث عن تعذيب وقتل في السجون لأغراض طائفية ولأسباب طائفية والقتل في الشوارع وعصابات الهجرة الخارجية تحدثنا عن مؤشرات سياسية وعسكرية دعني أقول أولا في قضية شرعية الدولة لا قيمة وهذه كل دول العالم تعرفها والسياسات العالمية ترسم على أساسها لا قيمة لا معنى لدولة لا تمتلك قرارها ليقولوا لي العبادي قبله المالكي كل هذه القيادات من عام 2003 لحد الآن هل يمتلكون القرار في تشكيل هذه الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن وآخرها هذه الحكومة اللي يريدون أن يشكلونها الآن القرار في تشكيل هذه الحكومات وفي تأليف ما يسمونه ديمقراطية وانتخابات عائد للخارج هذه الحقيقة وآخر انتخابات تثبت هذه المسألة 80% من الشعب العراقي نمي يشارك بها وحجم تزوير عالي وقاسم سليماني والسفير الإيراني ونجل خامنئي هم من يقودون الآن تشكيل تحالف تشكيل عقومة الآن دخل على الخط أيضا مبعوث من حزب الله كوثراني محمد كوثراني نعم والمسؤول الأمريكي السفير الأمريكي والمبعوث الأمريكي الآن كلهم يتفقون على وهذا ما حدث في عام 2014 ما حدث في عام 2010 عندما فاز إياد علاوي بغض النظر على رأينا بإياد علاوي بكل العملية السياسية لكن فاز إياد علاوي والقرار الأمريكي الإيراني كان يريد للمالكي أن يفوز وجاءوا بفرية هذه المساعدة دكتورة سمحت لي هذه المساعدة من الأطراف الإقليمية والدولية أو تدخلها على خط تشكيل الحكومة أو الخط السياسي في العراق ألا يندرج أيضا ضمن المساعدة السياسية التي تقدم إلى العراق الجديد الذي يواجه تحديات كبيرة ضمن مساعدة مالية مثل المساعدة المالية العسكرية المساعدات الأخرى لا لا يعني هذا طريقة الحكم وطريقة التصرف وطريقة رسم السياسات والعلاقات الخارجية وحتى البيانات التي تصدر من الحكومة وشكل الحكومة وطريقة عملها وطريقة تنفيذه وطريقة إدارتها كلها مرتبطة بالخارج كيف يمكن هذه ليست مساعدة هذا مجرد إعطاءهم أوامر لتنفيذ مجرد بيادق لتنفيذ مجرد لعب خشبية تنفذ أوامر إذن لا وجودة لدولة لا تمتلك قرارها لا تمتلك وهذه لذلك أنا تحدثت أن العراق الآن ليس في دور الدولة الهشة أو دور الدولة الفاشلة تحدث عن الدول لا الآن في دور الدولة المنهارة وهذه آخر مراحل الدولة الفاشلة أو الدولة المنهارة عندما لا تمتلك قرارها تكون قد ذهبت إلى الدولة المنهارة سنتحدث أيضا عن التداعيات أو التأثيرات السلبية لكون العراق دولة منهارة دولة هزيلة دولة ضعيفة على العراق نفسه وعلى مجتمعه وعلى المحيط أيضا المحيط به هذه أخطار هذه الدولة الفاشلة الدكتور عبد الحميد العاني هذا الفشل للعراق الجديد منذ 15 سنة هل لأن العراق الجديد كان نتاج وثمرة غزو عسكري أجنبي وتدخل إقليمي خاصة من إيران بشكل مستمر تحدث عن جزء من عند دكتور رافع هذه هي الأسباب الرئيسية في كون هذه الدولة كانت دولة فاشلة مجتملة على كل معايير ومقاييس الدولة الفاشلة لأنه نتج عن غزو خارجي أم هناك أسباب أخرى أيضا هذا هو السبب الرئيسي لكنه الذي نتج عنه الأشخاص الأدوات التي نستخدمه لتنفيذ هذه المشاريع الاحتلالية يعني نحن نعترف أو نقر بحقيقة أن العراق لا يزال يخضع للاحتلال الأمريكي والتدخل الإيراني السافر وقلنا غير مرة هناك مستمر المشروع الإيراني المتقادم مع إيران الأدوات التي تنفذ هذا المشروع دكتور أكثر من ستين ميليشيا تقول أنها فصائل مقاومة إسلامية دحرت الاحتلال وطردت الاحتلال وسلمت درع المقاومة الأول إلى رئيس الحكومة السابق نور المالك باعتبار هو من طرد الاحتلال الاحتلال موجود شلون؟ يعني هذا الكلام الإعلامي بات لا يقنع الشعب العراقي وباكت مكشوفا ومعروف والتاريخ ليس بعيدا حتى يزور بهذه الطريقة فالشعب العراقي بل العالم كل يعرف من الذي قاوم الاحتلال ومن الذي أثخن فيه الجراح ومن الذي كان يجلس معه ومتعاون معه ومن جلس معه لاحقا وإن قاومه أو ادعى المقاومة في حين من الزمن لذلك هذه الأدوات التي تدعي هذا الإدعاء هي كانت وسيلة لترسيخ الاحتلال ترسيخ مشروعه السياسي ومشروعه الاقتصادي الذي هو إلى الآن لا يظهر ربما على الساحة وسبب من أسباب هذا الفشل الحاصل في العراقي هذه الأدوات كان لها دور تقريبي كبير من جهة منفذة لهذا التقريب والفشل الذي أرادته هذه دول الاحتلال ومن جهة أخرى هم ساهموا عبر فسادهم ونهبهم للمال العراق وما تسببه من مصائب وأزمات في زيادة هذا الفشل لذلك الفشل في العراق هو مصنوح هو الصناعة وليست نتيجة لعجز لهؤلاء الأدوات نعم أشكرك إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة التي تبحث فيه الدولة الفاشلة ومد انطباق معاييرها على العراق الجديد بقو معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدولة الفاشلة ومد انطباق معاييرها على العراق الجديد ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني كان من المفترض أن يكون معنا أستاذ علوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور قحطان الخفاجي لكن سوء الاتصالات رداءة الاتصالات معه في بغداد حالة دون أن يكون معنا في هذه الحلقة دكتور رافع هذا العراق الجديد هل كان متوقعا ومرجحا أن يكون دولة فاشلة هزة هشة أنت تقول أيضا دولة منهارة متوقع منذ البداية هل كان هناك ثمة مؤشرات معطيات على أنه سائر باتجاه الفشل وسيقول إلى ما آل إليه الآن من دولة فاشلة أو منهارة نعم أستاذ ماجد ربما تحدثت عن جزء من هذا تحدثت أن هناك يعني هناك معايير ومؤشرات دولية يحتكم إليها ليقولوا هذه الدولة فاشلة أو ناجحة نعم هذه الدولة منهارة أم غير منهارة كنت تحدث عن مؤشرات اجتماعية وتحدثت عنها وهناك المؤشرات السياسية وتحدثت عن شرعية الدولة وأنها لا تمتلك قرارها أيضا في ضمن هذه المؤشرات سنصل إلى نتيجة هل هذا كان متوقع أو غير متوقع مثل ما تحدث حضرتك من ضمن المؤشرات السياسية والعسكرية والفساد العراق الآن منذ سنوات من عام 2003 إلى حد الآن العراق من بين أكثر خمس دول في العالم فسادا في قعر الفساد الآن وهذا مؤشر من جهات ومنظمات دولية ومن دول كثيرة في العالم والعراق ضمن قائمة أكثر دول فسادا رئيس الحكومة تعهد في المرحلة القادمة بمكافحة الفساد يتعهد بعد 15 سنة والفساد وحيتان الفساد ما زالوا هم الذين يحكمون وهو متهم أيضا بالفساد هذه التعاهدات لا تساوي شيئا لا تساوي حتى الحديث عنها أي واحدة الثانية ضعف الخدمات وغيابها العراق منذ عام 2003 لحد الآن والشعب كله يتحدث عنها لا كهرباء لا مياه صالحة على الشرب لا صحة لا مدارس لا تعليم الآن حتى التعليم اللي كان في العراق يضرب به الأمثال الآن خارج كل القياسات الآن العراق خارج قوائم تأهيله العراق ليس فيه تعليم منظمات دولية وآخرها دافوس عندما أسئل لماذا لم تضعوا اسم العراق في هذا الجدول لماذا لا تعطوه حتى لو آخر رقم قالوا العراق ليس فيه تعليم وهذه الحقيقة الآن الشهادة العراقي غير معترف بها بالعالم لا تساوي شيئا الجامعات والمدارس فيها تصرف فيها مصائب كبيرة فيها مناهج غير منضبطة فيها طريقة تدريس حقوق الإنسان تراجع حقوق الإنسان الآن حقوق الإنسان منظمات دولية تتهم العراق بانتهاك حقوق الإنسان لو للأراوة الأمريكية لكانت الدنيا قامت ولم تقعد على العراق بسبب الانتهاكات الفضيعة التي حصلت العراق بنا سجون أكثر مما يبني بيوتا للناس بنا سجون أكثر مما يبلط شوارع ويبني جسور ويبني مدارس ويبني سجون ملأة الدنيا في العراق كله رئيس تجد حقوق الإنسان موجود في العراق وهو من حزب الدعوة الحكيم لا أذكر اسمه يقول مراعاتنا أو معاييرنا في احترام حقوق الإنسان أصبحت مثال يحتذا ويتأسى به الحقيقة الاستشهاد بكلام هؤلاء هم لا يستطيعون الله أن يقولوا هذا الكلام هم مجموعة من الكذابين مجموعة من المزورين مجموعة من مستفيدين من هذه السلطة ماذا يقولون يقولون نحن حقوق الإنسان لدينا سيئة مثل ما يوافقون على هذه التقارير لا يمكن نعم ودافعون عن أنفسهم ودافعون عن كراسيهم عن النهب عن القرابة عن الفساد اللي موجود العراق ضمن أكثر خمس دول بالعالم فاسدة وهم يتحدثون عن النزاهة ونزاهة الانتخابات وانتخابات وهذا التزوير ونعيد الانتخابات كذبة كبيرة هذه القضية من المؤشرات أيضا السياسية التدخلات الخارجية العراق محكوم من قبل قوى خارجية الآن على ساحة تتصارع قوى استخبارية وقوى سياسية الآن من يتحكم في الحكومة في انتخاباتها ما يسمونها انتخابات في كل هذه الترتيبات هي أمريكا وإيران ودول أخرى المؤشرات الاقتصادية المهمة اللي يجب أن نتحدث عنها أيضا أنه في العراق من عام 2003 لحد الآن لا يوجد دولة في الدنيا تتحدث عن عن ازدهار وإمكانية أن تكون دولة تحترم وهي ليس فيها تنمية ليخرج وزير التخطيط ليخرج وزير الرئيس الوزراء أي وزير ويقول ما تتحدث به الرافدين ما يتحدث به العالم هذا غير حقيقي لدينا برامج للتنمية أين برامجهم للتنمية ما هي خطة التنمية الموجودة في العراق 15 سنة ليس هناك خطة للتنمية في العراق العراق مجرد بلد ريعي هناك نفط يباع وتأتي لأموال لتدخل دائرة الفساد وتذهب والعراق باقي من تدهور إلى تدهور لحد الذي أوصلوه إلى قاعل هاوية نعم النقطة الأخرى الفقر العراق لم يعرف الفقر بهذه الطريقة الآن فقر مدقع أكثر من عشر ملايين عراقي الآن تحت قط الفقر وموازنات العراق السنوية تزيد عن 100 مليار دولار مضطر ذكرك أيضا بتصريح لهذا العامل نفى فيه يقول أنه لا فقر في العامل نعم مضطر لاحظ الكلم نعم والناس تأكل من المزابع عشر ملايين عراقي ووزارة التخطيط تتحدث عن 36% من العراقيين هم فقراء تحت قط الفقر مصيبة كبيرة السكن الآن النوم المتحدة تتحدث عن 9 ملايين وحدة سكنية بحاجة للعراق إذن العراق بلا سكن حقيقة كل العراقيين غالبيتهم 95% من العراقيين لا يمتلكون بيوتا البطالة الآن حجم البطالة وصلت إلى 65% إلى 70% في العراق كل هذا من المؤشرات التي توضع لدراسل هذه المعايير تدني المستوى المعاشي الآن المواطن العراقي لا يستطيع أن يتطبق لا يستطيع أن يصرف على غالبية العوائل المتوسطة كانت صارت متقعة بالفقر واضطرت إلى أن تخرج أولادها من المدرسة وتدفعهم إلى الشوارع إلى العمل لكي يعيلوا عوائلهم لدينا 3 ملايين أذكرك أيضاً من تصريح لهما محمود نائب رئيس برلمان قال المستوى المعاشي الذي يقدم إلى العراقيين محل ربما حسد من قبل شعوب المنطقة هذا الكلام نعم يقولون هكذا يدافع عن تجربتهم هذه التجربة البائسة التي دمرت العراق تدهور اقتصادي الآن العراق ليقولوا لي ماذا يصنع العراق وماذا ينتجه الزراعة قد انتهت الصناعة خربت وبيعت المصانع والبعض منها نقل إلى إيران وغير إيران لا يوجد شيء في العراق العراق بلد مستورد الآن مجرد العراقيين مستهلكين تأتي بضايع من خارج العراق سوقاً لدول أخرى لفائدة دول أخرى إذا سمحتك دكتور الكثير من المعطيات والوقاع التي تدلل على قضية فساد الدولة دكتور عبد الحميد العاني يعني هذه المؤشرات أو المعطيات التي تشير إلى أن العراق يسير في دولة إلى الدولة الفاشلة أو الدولة المنهارة دكتور رافع من البداية وأكد أنه من البداية كانت هناك مؤشرات تدل على أن هذا البلد سائر باتجاه الدولة الفاشلة السؤال لماذا لم يتم تدارك الأمر منذ البداية يتم التصحيح أو التصويح أو التصويب كبح جماع هذه الدولة السائرة نحو الفشل أو الانهيار لماذا سمح أن يصل إلى هذه النقطة؟ من من؟ من أصحاب المشروع من رعاة المشروع من داعمي المشروع اسمح لي بالبداية أيضاً أضيف إلى ما ذكره لأنه مظهر مهم من مظاهر الفشل ويدركه الشارع العراقي قضية غياب القانون وغيابة غياب العدالة فالشارع العراقي اليوم بحاجة ماس إلى الأمن الأمن مفقود وفي عموم العراقي وهذه كارثة يعاني منها الشارع العراقي من هنا نجيب على هذا السؤال لماذا؟ أنا أعتقد أنه هذا الفشل هو مقصود لذلك كتب عديد من الكتاب أنه عن صناعة الفشل في العراق فهو ليست نتيجة عرضية ليست نتيجة اجتهاد أو محاولة يعني هؤلاء الآن الموجودين في السلطة لم يحاولوا أن يقدموا شيء ففشلوا وإنما هو هذا فشل مقصود لأنه يراد أن يصل الحال للعراق وطبعاً هذا فقط العراق إفشال وليس فشل إفشال بالضبط وهذا من أين جاء الإدارة الأمريكية قبيل الاحتلال ومع الاحتلال أعلنت عن مشروعها في الشرق الأوسط الجديد فالشرق الأوسط الجديد انغرى البعض وانخدع بأنها دولة نموذجية ديمقراطية وإن كان لا يزال ربما البعض يدندن بها لكن الحقيقة هو المقصود بها إضعاف هذه الدول وعلى رأسها العراق وتهجير أهله وتدمير مدنه وصولاً إلى إضعاف البلد وانهياره تسهيلاً وتمهيداً لإعادة رسم المنطقة المشروع الإيراني هنا يتخادم مع هذا المشروع الإيراني هو مشروع متمدد مشروع قومي يتمدد على حساب المنطقة كلها وليس جديد وإنما امتداد لمشروع الخميني وهو تصدير الثورة ومن هنا إذن يريدون تدمير هذا البلد وإضعافه وصولاً إلى هذه النتائج سيطرة تامة امتصاص لثرواته ومجميع مقدراته هؤلاء الأدوات التي جاءت بهذا كما قلنا هي ساهمت في هذا الفشل نفذته أولاً وساهمت فيه ورسخته بشكل أكبر كيف؟ من أنها أولاً طبقت هذه السياسات ثانياً طبقت أحقادها الطائفية عبر سياسة طائفية بغيضة في العراق ثالثاً الفساد الذي يعني تعشعش في كل أركان هذا البلد وهم كانوا خير من يمثل هذا الفساد بعبر نهب المال العام وخير دليل أرصدتهم التي امتلأت الآن لأرصد الخارجية والشعب العراقي كما ذكر الدكتور قبل قليل مؤشرات الفقر وصلت إلى أدنى المستويات وهم أرصدتهم إلى أعلى المستويات إذن هذا كله هو يدلل على أنه لماذا لم يتم تدارك؟ هو لأنه مقصود لا يراد أنه ينجح العراق ولا يراد أنه يخرج العراقيون من هذه المأساة ثم تستفادة من من المنخلطين في هذا المشروع ورعاة المشروع دكتور ما دام هناك إجماع على أن العراق دولة فاشلة وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال بل دولة منهارة ما هي الأخطار أو التداعيات المترتبة على فشل هذه الدولة على العراق نفسها كدولة وكيان على المجتمع العراقي على الشعب العراقي حاضراً ومستقبلاً هل تمت أخطار لاستمرار هذه الدولة الفاشلة لمواصلة فشلها؟ لا شك أستاذ ماجل أن الحالة العراقية تطرح نموذجاً مثالياً للدولة المنهارة وتبعات هذه الدولة المنهارة لتحدث عنها ستستمر فيها الفوضى مثل ما موجودة في العراق والتفاقم وهذه الفوضى ستأكل اليابس والأخضر في العراق ستأكل البشر قبل الحجر بل الجماعة لا يبشرون بالفوضى وانا بالحرب الأهلية القادمة نعم هذه جزء من مشكالات هذه الفوضى السلوك المنحرف هناك سلوك وسياسات منحرفة في التعامل مع الدول التعامل مع الشعب تعامل مع بعضهم كقوى سياسية قانون الغابة من يتسيد العراق هو القوي القوى التي تمتلك السلاح والميليشيات هي من تحكم العراق وهذه حقيقة لا يمكن انكار لكن العباد يتعاهد بحصر الدولة بيد الدولة حصر السلاح بيد الدولة يتعاهد هو غير قادر أن يعني يضبط أسئلة الامتحانات مثلما تحدث البعض أسئلة الامتحانات الثانوية سربت واضطروا لأول مرة بتاريخ الدولة العراقية لأول مرة من تأسيس الدولة العراقية الحديثة لحد اليوم لأول مرة تعاد امتحانات بهذا الشكل في العراق لأن سربت وسرقت غير قادر هل سيستطيع أن يسحب أسلحة الميليشيات التي تحكم العراق والتي هي التي تعطيه الكرسي أو تمنع عنه الكرسي هذه كذبة كبيرة بالتالي العراق لأن القوي هو الذي يحكم وهي عصابات وميليشيات فصار العراق وكرا لتجارة السلاح وتجارة السلاح هذه العراق الآن مذخر كبير للسلاح يوميا انفجر كدس سلاح ويقتل الناس إذن أهل العراق يعيشون على فوهة بركان بعد كل الذي حصل بعد 15 سنة من القتل والذبح مليونين عراقين قتل أربع ملايين هجرون نازحين ستة ملايين أيتام أرامل خراب فقر ما زال الوضع يوعد بكوارث أكبر أهل العراق ما زالوا على حفة بركان قد ينفجر تحتهم هذا السلاح إضافة إلى تجارة السلاح تجارة المخدرات كل تجار المخدرات العراق الذي كان نظيفا من المخدرات الآن صار مركز لتوزيع لتوزيع وتعاطي المخدرات هذه جزء من تأثيرات كل هذا حتى أن سلطات الموانا يعني لا تتورع أو تخجل أنها قبضت على حاوية فيها 18 مليون حبة مخدرة 18 مليون ملايين الكيلوات من الجرائيين وغيرها تدخل العراق والعراق الآن هو من يصدر للدول الآن ممر كبير للمخدرات هذه القضية أضف إلى ما تحدث أشار إليه أخي الدكتور عبد الحميد قبل قليل الأمن غياب القانون غياب العدالة غياب الأمن هذا كله يؤثر على الناس لا سلطة تحميهم الآن المواطن في بيته في الجامع في المدرسة في الحسينية في أي مكان غير آمن على نفسه ميليشيات وعصابات من تتحكم في الشوارع الآن الخطف والدعارة والمتاجرة بالأعضاء البشرية المتاجرة بالأطفال سرقة الأطفال كل هذا موجود الآن في العراق هذه كارثة كبيرة المجتمع العراقي الذي كان معروف بتماسكه الآن مجتمع يريدون أن يفككونه وتفكيكه الحقيقة أخلاق غريبة عجيبة تصرفات غريبة عجيبة ضغوطات تسلط على هذا المجتمع للإنفلات يريدون أن يجعلوا العراق مثل عنقود عنب إذا منفرطه فلا أحد يستطيع أن يجمعه هكذا يفعلون من عام 2003 لحد الآن هذه الضغوطات فبالتالي ما يعنيه أن العراق يذهب إلى أن يكون دولة منهارة بالتالي كل هذه التبعات ستنعكس على المواطنين أمنياً بالعدالة قانون غير موجود حقوق الإنسان في كل الاتجاهات وصولاً إلى خبزته وملبسه ومدرسته وطبابته هذا اللي تفضلت بحضرتك الآن لناحية التأثيرات السلبية الداخلية على العراق كدولة وعلى المجتمع هل هناك من تأثيرات ومخاطر أيضاً على المحيط بالعراق المحيط الإقليمي خاصة المحيط العربي من كونه دولة منهارة متشضية رخوة منفلتة هل هناك من تأثيرات على تأثيرات أمنية على الأقل نعم أنت الآن لا يمكن في عالمنا اليوم لا يمكن أن تعيش لوحدك لست في جزيرة معزولة دول العالم كلها يعني متجاورة والتأثيرات مثل لواني المستطرقة التأثيرات التي تبدأ هنا ستنتقل إلى آخر الدنيا الحقيقة ما حصل في العراق من عام 2003 لحد الآن تداعياتها انتقلت إلى إلى مناطق أخرى لنشاهد ما حصل في سوريا في ليبيا في اليمن في غيرها في كثير في القليج العربي في دول كثيرة من العالم هذا جزء من تداعياتها اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وسياسيا هذا جزء منها الآن لا يمكن العراق مثل البركان وينفجر بهذه الطريقة وهذا الزلزال الذي يهز أرضه بهذه القوة بدرجات يعني لا يمكن لرختر وغير رختر أن يقيس لا يمكن لهذه الهزات الأرضية أن تقف عند حدود العراق ستنتقل هذه النيران وهذه الفوضى ستنتقل إلى دول أخرى إلى مناطق أخرى وكل الدول والمناطق تعرف هذه الحقيقة لا يمكن حصر العراق لا يعيش داخل زجاجة العراق منفتح أرض منفتحة سماء منفتحة بشر يتحركون وبالتالي كل ما يحصل فيه بسهولة جدا جدا أن ينتقل تنتقل تأثيراته إلى الدول الأخرى كل الدول المحيطة وكل دول العالم معرضة لتوابع هذا الزلزال الذي يحدث في العراق وتأثيراته ستنتقل إلى الجميع اللي لم تنتقل وهي قد انتقلت لكنها ستنتقل بقوة أشد وبقدرات أكثر تأثير وبوضع ربما سيترحمون على هذه الأيام على الدول هذه أن تعي أن القادم أسوأ إذا ما استمر العراق في هذا الوضع المأساوي طبعا برغم كل هذه الأخطار المتأتية من العراق كون دولة فاشلة أو رخوة أو منفلتة دكتور عبد الحميد العاني لكنه يحظى بالدعم الكبير من الإقليم والدعم الدولي دعم عربي وغير عربي وكأن هذا الدعم لمواصلة الفشل وليس لإخراجه على الرغم من أن مراكمة هذا الفشل سينتهي به ربما إلى قنبلة موقوطة تتعدى حدودة ربما من الإقليم حتى إلى العالم الخارج كما ذكر دكتور رافع يعني هذا أمر لافت الخلاصة في هذا الأمر أن هذا الدعم هو ليس للعراق وإنما دعم للفشل دعم لهؤلاء الفشلين ونرى أن هذا الدعم هو متسبب في زيادة وترسيق هذا الفشل أما لماذا المتضرر من هذا الفشل هو الشارع العراقي الآن ولكن هؤلاء ينسوا وتغيبوا عنهم الحقيقة التي ذكرها الآن الدكتور رافع وهو أن هذا الخطر سينتقل إلى دول أخرى لماذا هذا الدعم لهذه الحكومة الفاشلة ولهذا الفشل لأن الذين الإقليم خاصة هناك أنواع من هذه الدول قسم منها مشاركة لأن لها مصلحة فيه ومنها على رأسها إيران التي تريد هذا الفشل لأنه يصب في مصلحتها في مصلحة مشروعها ومشروعها بالمناسبة لا يستهدف العراق وإنما يستهدف المنطقة جميعا ولذلك أكثر من مرة حذرنا ومن الأيام الأولى للاحتلال أن خطر المشروع الإيراني يجب أن يتصدى له الجميع ويكون التصدي له في العراق ثانيا الدول الأخرى للأسف التي تركت العراق أو كانت تدخلها في العراق تدخلا سلبيا أو عدم وجود لها دور حقيقي بسبب الهراء الأمريكية فكانت تخاف من هذا أو تريد أن يستمر المشروع الأمريكي ولذلك نراها تمات معه ولم يكن لها دور لكن النتيجة كان دعما للفشل واستمرارا له والنتيجة ما يعانيه الآن الشعب العراقي شكرا لدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيهة علماء المسلمين كان هنا معنا في الستوديو وأيضا نشكر دكتور قحطان الخفاجي الذي حالت ردات الاتصالات أن يكون معنا في هذه الحلقة دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين في هذه الحلقة التي بحثت في معايير الدولة الفاشلة ومدى انطباق هذه المعايير أو المقاييس على العراق الجديد نتوقف عند هذا الفاصل لنعود مع دكتور رافع الفلاحي وخلاصة النقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دكتور ثمة إجماع واتفاق على أن العراق الجديد هو فعلا دولة فاشلة ومنهارة وهناك استفادة من هذا الانهيار أو الافشال كما ذكرت دكتور عبد الحميد العاني من قبل رعاة المشروع إيران أمريكا وأيضا أقطاب العملية السياسية كيف للمتضرر من هذا الفشل أو الافشال أن ينقذ نفسه أن ينقذ بلده كيف له أن ينقذ نفسه من هذا الفشل الذي يتراكم سنة عن سنة وربما يتدحرج إلى قنبلة موقوطة تأثيراته كما ذكرت لن تقتصر على حدود العراق وإنما تتعدى كيف له أن ينقذ نفسه أنا أعتقد أن البداية والنهاية ستكون عند الشعب الشعب من يدرك من أدرك ويدرك يدرك أن البلده ذاهب إلى الجحيم ذاهب إلى ما لا يمكن إصلاحه هو الذي يتلضى بنيراني هذا الفشل هو من يدفع الثمن الحقيقي فبالتالي هو المسؤول عن إدراك أو مواجهة كل هذا الحال هذا أولا ثانيا أنه انهيار دولة وفقا لنظريات الفوضى التي صنعوها نعم كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون وهذا ما توصلنا إليه في الحديث في هذه الطاولة وكانوا يعتقدون كل الدول الخارجية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يعتقدون أن إثارة الفوضى سيستطيعون أن يسيطروا عليها وكل دول الدنيا كانت تقنعها الولايات المتحدة أن هذه الفوضى مسيطرة عليها لكن واقع الحال أثبت تكذب هذه الحقيقة وأمريكا يجب أن تعي والعالم يجب أن يعي أن هذه الفوضى لا يمكن السيطرة عليها فبالتالي قناعات هذه الدول وقناعة أمريكا وقناعة الدنيا كلها يجب أن تتغير أن هذه الفوضى من مصلحتهم أن ينهو هذه الفوضى وأن هذه الفوضى لا تتم ببقاء عوامل إثارة هذه الفوضى وكل هذه الحكومات كل هذا الخراب كل هذا الفساد يجب أن تعود الشرعية لهذه الدولة يجب أن يعود نظامها الوطني يجب أن يعود شكلها مشروح الوطني لكي تبني نفسها بشكل وتستقر لا يمكن للعراق أن يستقر إلا بشعبه ذلك أنا قلت أن الشعب العراقي هو من يقرر هذه الحالة المسؤولية الأكبر منوطة بالشعب العراقي شعب العراقي نعم وهو من يقنع كل هذه القوى أن هذه الفوضى ليست في صالحهم بل بالعكس ضد مصالحهم وكل دول الدنيا وبالذات دول المحيط العربي والقليجي يجب أن تعي هذه الحقيقة ويجب أن تنظر لها بعين الأوقات شكرا دكتور نتخي إن شاء الله في الأسبوع